وده موضوع برضو مهم وتكلمت عنه مع حضراتكم مبارح قرعة الدور التمهيدي لبطولة كاس الأمم الأفريقية 20-25 اللي حتقام في المغرب وحتلعب المباريات هنا بالنظام الذهاب والإياب ده حيكون خلال فترة التوقف الدولي من 18-26 مارس 20-24 طيب إيه اللي حصل مبارح؟ مبارح وجرية القرعة في القاهرة زي ما كنت بقول لحضراته وكانت النتائج كالتالي عندك في الجدول كل المواجهات موجودة نقدر أو تقدروا حضراتكم تشوفوها فيعني أعتقد مش هنقدر نقول إنه هو مش حلوة أو مواجهات أنا شايفها كويسة في بعض التنافسية في بعض المباريات بشكل كبير جدا لكن أنا بشوف إنه هي برضو قرعة جيدة بالتوفيق إن شاء الله وعايزين نشوف مباريات حلوة طيب قلينا بقى ننتقل بعد كده مع حضراتكم للخبر القادم ونروح هنا لتانس التاولة لنحن عايزين نتكلم برضو عن الرياضات الأخرى دايما الرياضات الأخرى زي ما احنا متعودين أو بنتكلم أو بنشوف حتى هي اللي بتجيب لك برضو الميدليات والرانكينجز الكبيرة نحن تكلم هنا عن تمكن المنتخب المصري تحديدا لتانس التاولة سيدات من التأهل الدور الستاشة لمنافسات بطولة العالم لفرق تانس التاولة هنا كوريا الجنوبية بطولة كبيرة جدا وده كان عقب الفوز اللي حصل ومصر هنا فازت على تشيلي في المباراة 3-0 عندك بجد لعيبة تقال جدا اللي موجودين في السورة هنجو دينا مشرف ويسر حلمي وكمان مفروض من المنتظر حيواجه منتخب مصر يعني فريق أو المنتخب الروماني في مباراة برضو هتكون قوية جدا بدور ثمنة النهائي فيه تمام هتكون الساعة 10 الصبح النهاردة يعني تقريبا ابتدت وإحنا دلوقتي بنتكلم تمكن كمان خليني أقول لحضراتكم منتخب السيدات من احتلال المركز التاني في المجموعة بتاعته بعد تحيي الفوز بالمباراة الأولى على منتخب التشي كانت نتيجة 3-1 ده كان يوم السبت اللي فات ده قبل ما يخسر بقى من المنتخب الفرنسي في المباراة التانية بس بصراحة المنتخب الفرنسي اللي تابع المباراة دي هو قوي جدا يعني انت أخسرت بس هي كانت مباراة تقيلة جدا جدا بصراحة وقلينا نقول على الصعيد التاني فاز على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3-1 وأخيرا برضو فاز على منتخب كرويجيا ويتضم قيمة برضو كانت وقتها بنتيجة 3-0 فيعني لا أسماء محترمة جدا ونتائج محترمة جدا وكل التوفيق ليهم وأنا أعتقد أن احنا تانس التاولى أو البينج بونج لأ عندنا فيه لعيبة ممكن على المدى كمان البعيد تلاقي أن هم فعلا مشروع بطل أوليمكيو ده يمكن كابتن محمود الخطيب على فكرة في واحدة من الندوات بتاعته كان بيتكلم عن لعيبة النادي الأهلي للرياضات المختلفة وذكر هنا جودة تحديدا وقال لك إحنا عندنا مش بس بنسعى له البطولات وبنسعى له أن احنا نحتل المراكز يقول على سعيد كل الرياضات لأ إحنا كمان عندنا أبطال بنعمل لهم زي مشروع البطل الأوليمبي بنعد أبطال أوليمبيين هنا جودة واحدة منهم فهي بنت النادي الأهلي وأكيد بنت مصر فبتمثلنا في محافل دولية كبيرة جدا فلا بجد مبروك وده خبر أعتقد أسعد ناس كتير جدا